أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هنا نحييكم من رحاب مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بمدينة القاهرة بوطننا الحبيب مصر حيث تواصل وزارة الأوقاف أسبوعها الخامس ضمن الأسابيع الثقافية وذلك في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني بمصرنا الحبيبة معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة تواصل وزارة الأوقاف أسبوعها الخامس ضمن الأسابيع الثقافية التي من خلالها تنشر الفكر الوسطي وتبين سماحة ديننا الحنيف كما أنها تعمل على نشر الوعي الثقافي والإيماني والوطني كل ذلك للأخذ بأيدي وطننا الحبيب للنهوض والتقدم والرفع دائما وحرصا من معالي وزير الأوقاف وإدراكا منه لما للثقافة من أثر عظيم في تكوين الوعي وفي تكوين الفكر وفي تربية النش وفي نشر الود والمحبة والوئام والسلام بين أفراد المجتمع كان اهتمام معاليه بتنظيم هذه الأسابيع الثقافية التي بدأتها وزارة الأوقاف من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة ثم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاه ثم مسجد الفتح برمسيس ثم الأسبوع الرابع كان من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر وها نحن في الأسبوع الخامس من هذه الرحاب الطاهرة الرحاب العامرة رحاب مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة بالقاهرة الجديدة بمدينة القاهرة وتحية طيبة وتحية طيبة مباركة وتقديرا للقائمين على هذا التنظيم لحسن اختيارهم للموضوعات التي تتناولها اللقاءات الثقافية فاللقاءات الثقافية الماضية ولقاءنا اليوم موضوعات مهمة للغاية موضوعنا اليوم حول حقوق ذوي الأرحام وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في أحاديث تترى فضل صلة الأرحام وحقوق ذوي الأرحام وجاءت الآيات في كتاب الله كثيرة تبين حقوق ذوي الأرحام وتبين فضل صلة الأرحام وتماسك المجتمع وتماسك أفراده وبناء المجتمع يقوم على الأرحام وعلى صلة الأرحام صلة الأخ بأخيه صلة الإبن بأبيه صلة الأخ بأعمامه وبأخواله وبعماته وبخالاته وبجميع أرحامه فلو كل واحد منا التزم وامتثل لأوامر الله عز وجل وأوامر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل الأمثل مع أرحامنا لعاش المجتمع في أمن وأمان وسلام ووئام أيها الأحبة يحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء وزارة الأوقاف الأفاضل يتقدمهم فضيلة الشيخ محمد الجوهري مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة وفضيلة الدكتور محمد منصور هبالة إمام وخطيب مسجد المهند الذي ننقل لحضراتكم من رحابه هذا اللقاء الثقافي الإيماني يحضر معنا جمع غفير من أهالي منطقة التجمع الخامس والقاهرة الجديدة وكما تعودنا دائما أن نبدأ اللقاء بأطيب الكلم وبأحلى الذكر بالقرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد إبراهيم غنيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيْبِ وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إنه كان حوباً كبيراً وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَا ثُنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدَنَا أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ هُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَاكُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْصَرَافًا وَبِذَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غُنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَكُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا صدق الله العظيم الفاتحة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا قارئنا هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ محمد إبراهيم غنيم وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بمدينة القاهرة ضمن الأسبوع الخامس الثقافي للأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من رائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أيها الأحبة ونحن في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد المهند الذي يبدو من معماره الحديث البهاء والجمال واتساعه ورواده وزواره وعماره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوت الله سبحانه وتعالى ومساجد مصر عامرة مؤدية رسالتها والحمد لله وبفضل الله استعادت المساجد قوتها ونشاطها وعادت لتؤدي رسالتها الدعوية والثقافية والاجتماعية من خلال المقارئ القرآنية الأحاديث العلمية اللقاءات والندوات الثقافية حتى الطفل وزارة الأوقاف أدركت أهمية تنشئة الأطفال وتربية الأطفال وعدم إتاحة الفرصة لأي جماعة لتتخطف هؤلاء الأطفال الأبرياء فاهتمت وعملت وزارة الأوقاف على الاهتمام بثقافة الأطفال في المساجد اهتماماً بالغاً هذه الأيام فتحية إجلال وتعظيم إلى القائم على هذه الأعمال رائد وزارة الأوقاف ورائد تجديد الخطاب الديني ببلادنا الحبيبة مصر معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة أيها الأحبة معنا في هذا اللقاء علمان ومفكران من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر ومن قيادات وزارة الأوقاف ومن مفكري وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور رمضان عفيفي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بوزارة الأوقاف فضيلة الشيخ محمود الأبيدي العالم والخطيب المفوه والمفكر إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر بوزارة الأوقاف بلادنا الحبيبة مصر واللاده بلادنا الحبيبة مصر محفوظة بحفظ الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرها بنصره وأن يحفظها بحفظه وأن يرزقها برزقه وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء وعلى سائر بلاد العالمين اللهم آمين أيها الأحبة لقاؤنا اليوم اللقاء الثقافي الديني حول حقوق ذوي الأرحام وكما أشرت في المقدمة تحية للقائمين على هذا العمل وتحية خاصة على حسن اختيار الموضوعات التي تعمل على الأخذ بأيدي هذا المجتمع وعلى الأخذ بأيدي وطننا الحبيب مصر أيها الأحبة أترك الكلمة الآن لفضيلة العالم الدكتور رمضان عفيفي مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بوزارة الأوقاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين ونشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين أرسله ربه على حين فترة من الرسل بشيرا لمن أطاعه ونذيرا لمن عصاه وأنزل عليه خير الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور هذا القرآن الكريم الذي جاء هاديا للبشرية كلها وجاء يضبط حياة المسلم إن هو تمسك به فجاء القرآن الكريم يضبط أنظارنا فقال جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم وجاء يضبط طعامنا وشرابنا فقال جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وجاء يضبط مشيتنا فقال الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا وجاء يضبط كلامنا وأقوالنا فقال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وجاء يضبط اجتماعنا فقال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين في هذا اللقاء المتجدد برعاية وزارة الأوقاف ومعالي وزير الأوقاف يدور حديثنا سريعا مع حقوق ذو الأرحم وبداية من هم ذو الأرحم إننا نسمع الكلمة كثيرا وقد نضيقها فلا تشمل من يستحقها فالرحم إنما هي موضع تكوين الجنين من المرأة وهذا في الحقيقة ثم استعمل في كل من بينك وبينه صلة قرابة سواء كان وارثا أو غير وارث أو كان محرما لك أو غير محرم وهذا ما عليه علماؤنا الكرام رحمهم الله فالأرحام يشملون كل من بينك وبينه قرابة من نسب أو مصاهرة ثم العلماء يقسمون الأرحام إلى نوعين الأول رحم عامة وهذه الرحم تشمل جميع بني آدم وذلك لأننا جميعا خلقنا من ذكر وأنثى كما جاء في الآيات الكريمة التي قرأها فضيلة الشيخ خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فهذه الرحم الأولى أمنا حواء كلنا خرجنا منها فبيننا صلة قرابة فلابد أن نرعى هذه لذلك جاء رجل على باب أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه فقال للحاج بكله أخوك بالباب فقال معاوية رضي الله عنه من هذا من يكون هذا فلما دخل عليه قال من أنت فقال أخوك من آدم فقال رحم مقطوعة وسأكون أول من يصلها هكذا الفهم للدين وهكذا الفهم للقرآن الكريم كيف نصل أرحمنا وهذا هو النوع الأول الرحم العام وهم جميع بني آدم وأما النوع الثاني فهو الرحم الخاص وهم قرابتك من جهة الأب أو من جهة الأم وهذه أكد عليها القرآن الكريم وإن كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام لكنها كانت قائمة على العصبية وكانت بدون ضوابط فلما جاء الإسلام وجاء القرآن أكد عليها بل وجعلها مطلبا دينيا وشرعيا بل ورتب عليها الثواب من الله ورتب على قطعها العقوبة من الله عز وجل بل العقوبة الدنيوية قبل الأخروية وجعل لها ضوابط وجعل لها سياجات لتحمي هذه القرابة لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم اتقوا الله أن تعصوه واتقوا الأرحم أن تقطعوه فإنكم ستسألون عنها بين يدي الله عز وجل لذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما خلق الله الخلق قامت الرحم مستجيرة مستعيذة ومحتمية بالله تبارك وتعالى قامت وتعلقت بالرحمن وقالت فقال الله لها ماذا تفعلين أو اكف في فقالت يا رب هذا مقام المستعيذ من بك المستعيذ بك من القطيعة يعني الرحم تستعيذ بالله عز وجل ممن يقطعها فقال الله عز وجل لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى رضيت يا رب فمن وصل رحمه وصله الله عز وجل بكل خير وإلى كل خير ومن قطع رحمه قطعه الله عن كل خير لذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا الرحمن واشتق لك واشتق قطع لك اسما من اسمي الرحم من اشتق الرحمن الراء والحاء والميم فالكلمة أصلها واحد ومشتقة منها لأن الرحم متعلقة بالله عز وجل فمن اتق الله وصل رحمه ومن اتق الرحم عبد ربه تبارك وتعالى ابتغاء الأجر وابتغاء الثواب من الله رب العالمين الأرحام كل قرابة من جهة أبيك أو أمك لهم حقوق عليك فاتق الله فيهم ولابد أن نصحح مفهوما عند بعض من الناس عندما يقول من يزورني أزوره من يسأل عني أسأل عنه وهذه ليست بصلة وإنما هي مكافأة فهي ثلاث درجات الدرجة الأولى قطيعة الرحم أن تقطع الصلة بينك وبين أقاربك من جهة أبيك أو أمك وهذا مذموم في الدنيا وفي الآخرة ومعرض للعقوبة لأن قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع قالوا أي قاطع لرحمه وأما الدرجة الثانية فهي المكافأة أن تزور من يزورك أن تصل من يصلك أن تسأل من يسأل عنك وهذه مكافأة وليس لك فيها فضل وأما المرغوب فيه والمشروع إنما هو صلة الرحم أن تصل من قطعك أن تسأل عن من لم يسأل عليك وهذه درجة لا يصل إليها إلا الأنقياء الأثقياء الذين يرغبون في رحمة الله وفي الفضل والجزاء من الله عز وجل قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ يعني مجدئ صدي وإنما الواصل من يصل من قطعه يعني يقطعون الصلة وأنت تصلها لا يسألون وأنت تسأل لذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وذحل بعض الناس وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي ماذا أفعل يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لأن كنت كما قلت يعني إن كان قولك صحيحا فكأنما تسفهم المل أي التراب أو المل الحارة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يعني الله يعينك ويرسل لك من يسددك إذا استقمت على صلة رحمك مع قطعهم لها فكن واصلا ولا تكن مكافئا وكن صاحب يد عليا لا يد متساوية فإن الخير من الله كثير نسأل الله عز وجل أن نكون من الواصلين لأرحمنا المتقين لربنا وأن يتقبل منا أعمالنا كلها وشكر الله لكم نعم شكوت إلى وقيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي هذا قول الإمام الشافعي رضوان الله عليه استمتعنا بهذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة الدكتور رمضان عفيفي مدير عام مراكز الثقافة والمكتبات بوزارة الأوقاف هذه هي بلادنا الحبيب مصر وهؤلاء هم علماؤها حفظ الله علماءنا وعلماء مصر وحفظ الله بلادنا الحبيب مصر مازلنا معكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد المهند بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بمدينة القاهرة في الأسبوع الخامس من الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار الجمعة واللقاء اليوم حول موضوع هام والحقيقة الموضوعات التي اختيرت اختيرت بدقة وعناية وكما ترون في الجدول أمامكم هي عبارة عن أطايب الفاكهة لا نستطيع أن نتخير موضوع عن موضوع أو نفض الموضوع على موضوع ولكن كل هذه الموضوعات مهمة في تنمية الفرد والمجتمع والأخذ بأيدي وطننا الحبيب مصر ونشر الفكر الوسطي ونشر الوئام والسلام والود والمحبة والثقافة بين أفراد المجتمع أيها الأحبة الكلمة الآن لعالم جليل فضيلة الشيخ محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر فليتفضل استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمد للواحد الديان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى الحمد لله الذي شرفنا بهذه الجلسة المباركة بين العلماء أبدأ من حيث انتهى شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور رمضان حيث عرج على معنى مهم رأينا بأعيوننا وسمعنا بآذاننا تجدير الخطاب الديني حيث تحدث عن مفهوم الإنسانية قبل التدير لكنني سأبدأ بأدب طالب العلم متأدبا مع أشياخنا من السادة العلماء فضيلة الشيخ محمد الجهري مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة فضيلة الدكتور محمد منصور إمام خاطب المسجد والسادة العلماء لأننا أهل رحم رحم العلم يجمعنا وطبعا سيدنا وشيخنا الدكتور رمضان عفيفي أستاذنا محمد غني الإنسانية قبل التدين رحم عام مهم جدا 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 أصبح في أمس الحاجة إلى أن نستدعي الوقوف أمام هذا الرحم لنتعامل مع الإنسانية بمفهوم محمدي رشيد رحيم لنخرج الناس من الضيق والاضطرار إلى الساعة والاختيار ومن عموم البلوى والفساد إلى عموم الخير والرشاد للبلاد والعباد حيث أننا قد شاهدنا في الأعوام القليلة الماضية جائحة كورونا وما بعدها وما قبلها من احتياج الإنسانية إلى بعضها البعض في تماسك وتواصل أخذوا من القرآن مثلا قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين خلد الله ذكر آل عمران هؤلاء الذين عاشوا في صلاح وتقوى وتقى عمران تزوج من حنة فلما حملت وهبت ما في بطنها لربها ونذرته لربها على أن يحرر بيت المقدس فقال الله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم تظن هو لك فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم صلى على الحبيب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم تحافظ على نفسها وعلى زوجها وعلى رضيعها وعلى النسل والذرية فما كان من مريم كان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإذا أراد الله أن يخلق من غير أب ومن غير أم خلق آدم عليه السلام وإذا أراد أن يخلق من أب دون أم خلق حواء عليها السلام وإذا أراد الله أن يخلق من أم دون أب خلق عيسى عليه السلام وإذا أراد الله أن يخلق من أب وأم خلق سائر الخلق ومن بينهم سيد الإنسانية صلى الله عليه وسلم بعد كده جاءت مريم وحملت في بطنها جنين ووليد وخافت من قومها فحدثوها عن الرحم بلغة الأدب قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية ذكروها بصلاح الأخ وصلاح الأم وصلاح الأب فكان صلاح الذرية نعود من سورة مريم إلى سورة آل عمران قال الله تعالى عن السيدة مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا له من زقلتها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق أرجو أن نتصور كيف أن العائلة كانت واصلة للأرحام قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله دع ربنا في المحراب فبشره الله تعالى بيحيا يبقى سيدنا يحيا أصبح نبيا وهو ابن قالت سيدنا عيسى عليه السلام وهو نبي ورسول وأصبحت هذه العائلة الصالحة خرج منها من يحرر بيت المقدس لصلاحهم وصلتهم لبعضهم في أول الآية إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم مع سيدنا إبراهيم أذكر من سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه الأب لم يكن مؤمنا لكن الإب نبي بل هو صاحب الملة إذ قال لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا كيف كان رد الأب أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا اطلع بره كيف كان الرد قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم هذا هو الإسلام هذا هو الدين هذه هي المعاني الإنسانية فلما غاب وتزوج فلم ينجب فتزوج من هاجر فأنجب إسماعيل ورأى في المنام أنه يذبح الولد ورؤية الأنبياء وح قال لابنه يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى كيف كان الرد رد عليه بنفس اللغة بل بنفس الكلمة قال يا أبتي افعل ما تؤمر إذن البر يورث والصلاح يورث مع الإخوة أو مع ذوي الأرحم فقط لا أستاذنا الدكتور رمضان قال رحم عام رحم الإنسانية إننا نحتاج إلى طيب اللسان فرقة القلب نعمة وعفة اللسان نعمة وقول للناس حسنا ندعو الآن في زماننا اللهم اشفي مرضانا ومرضى العالمين فأتعجب البعض من القوم كيف تدعو لمرضى العالمين يا أخي إن أصابه المرض فإن المرض سيقبل علينا وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في منهجه المحمدي يدعو ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون هكذا تعلمنا ألا ننطق إلا بالخير وألا نتحدث إلا بالخير وتعلمنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصانع المعروف لا يقع وإن وقع وجد له متكأ ومن هنا كان علينا أن نحسن من الصلة كل الصلة على المستوى الإنساني وعلى المستوى العلمي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الأخوي وعلى المستوى الأقارب ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمسكين انظر كل الشرائع السماوية تتفق على صلة الأرحام وكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى المدينة أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام حتى لا أطيل وحتى لا يكون للإسهاب مكان في هذا المقام فخير الكلام ما قل ودل أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من علمه إنه ولي ذلك والقادر عليه يا مولانا يا مجيب من يرجوك لا يخيب تشفعنا بالحبيب اقض حاجتنا قريب اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمود الأبيدي إمام وخطيب مسجد السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر علم من أعلام الدعوة الإسلامية ببلادنا الحبيبة مصر وعلم من أعلام وزارة الأوقاف ومن مفكري وعلماء وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور رمضان عفيفي حدثنا عن الرحم العامة والرحم الخاصة وبين لنا أن بني آدم رحم رحم عامة والأقارب الأقرباء رحم خاصة ونحن مطالبون بالإحسان إلى الرحم العامة وإلى الرحم الخاصة كان هذا حديثه فضيلة الشيخ محمود الأبيدي أخذنا إلى التعامل الرحمي تعامل الأرحام وذلك من خلال قصة السيدة مريم عليها وعلى أنبياء الله جميعا وعلى حبيبنا المصطفى أفضل الصلاة وأتم السلام ويحضرني مشهد رحمي في قصة السيدة مريم بين ابن عمها وكان رجل صالح تقي يسمى يوسف وبين السيدة مريم هذا المشهد القصير يبين التعامل الرحمي كلنا نعلم عندما جاءت السيدة مريم تحمله تقدم إليها السيد يوسف ابن عمها بسؤال وقال لها يا ابنة العم إن في النفس سؤال قالت قل يا يوسف قال يا ابنة العم شف التعامل الرحمي دي واحدة جايبة يعني دخل على العيلة بابن بطفل ولكن التعامل الرحمي اللطيف يا ابنة العم أينبت زرع بدون ماء فترد السيدة مريم عليها السلام وتقول له يا ابن العم شف الحديث والرد يا يوسف يا ابن العم من الذي جعل الزرع يحتاج إلى ماء لكي ينبت قال لها الله قالت له إن الذي جعل الزرع يحتاج إلى ماء لكي ينبت قادر على أن ينبت الزرع بدون ماء وانتهى الحوار حوار رحمي لطيف فهذا الموضوع حقوق ذوي الأرحام ونحن اليوم بين علمين وعالمين من أعلام وعلماء الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر حفظها الله بحفظه وأمنها بأمنه وسترها بستره الموضوع يحتاج إلى لقاءات كثيرة إن شاء الله لأنه موضوع هام ووزارة الأوقاف حريصة على أن تتناول هذه الموضوعات التي تنشر الوجد والسلام والمحبة والوئام بين أفراد المجتمع أيها الأحبة نصل إلى مسك الختام إلى الدعاء والابتهال والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا أن الرجل إذا رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يرفع يديه إلى كريم حليم حنان منان فالله يستحي أن يرد تلك الأيدي خائبة فنضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحسري إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسَلِّمُوا تَسْلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَشَعَبَنَا وَجَيْشَنَا وَرِجَالَ أَمْنِنَا وَهُلَاتَ أُمُورِ وَكَيْشُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا آمَنُوا يَا مَنْ بَحَثْتَ عَنَيْا عطار جميلها ليكون عطارك في الأنام نسيبا هل بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا غدوا تسقيما هو قول رب الخلق في قرآنه صلوا عليه صلوا عليه وسلم تسليما لله قوم أخلصوا في حبه وتتوق الإيمان لما عبدوا عزق الرحمن رقت قلوبهم ففاضك رحمة وموتة وسماحة وحنانا بالحلم والصفح الجميل لتخلقوا لم يعتدوا لم يظلموا إنسانا هذا هو الإيمان هذا ديننا نور يضيع جماله الأكوان صلوا عليه صلوا عليه أن ما إن لفصال لي ان عالي الوراء الزهارة أدى الرسالة شاهدة ومباشرة فما حض الضلالة وجاهد الكفار أن يتم في حق الوليد مذلة وهو الذي باليتم زاد فخارا صلى عليك الله يا خير الوراء صلى عليه وعظمه مختارا سيدنا النبي صلوا عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك اشتركوا في القناة